مرحبا نحوه لكم شاء الله يارب تكونوا بألف خير اليوم رجعت لكم بتبايق بقليوة اخر اليوم سوف نعمل بقليوة شوفوا محليها قديش مرشقة سوف نعطيكم كايكو جاستوس لتحسطوا على منظر جيد و كيفية جيكم بقليوة في حقها و طريقها ملعجينة للشحور للفاكية سوف نعطيكم كيفية جاستوس حكار متاع تبيق صغير 30 على 40 اللي هو يجيه قد فور اغلب التوينسة البقليوة متاعنا كيفما تشوفوا في حقها و طريقها يلزم تقلعوها هكيكا بلوكات وبعد ذلك كل بلوكات تقطعوه كعبات كعبات هكيكا هي طريقة الصحيحة للتقليع الخير من اللي تقدو تقلع فيه بالكعبة في الكعبة تقلعوهم تقلعوها هكيكا إذا كان معاناها تقلع لكم بسهولة سنواني تقلعلي بسهولتك في سطح اول حاجة نبدأو بها تحذير العجينة هنا نغرب زوز كيلو متاع ترينا متاع بقليوة وإلا فرنا متاع بيتزا كما حكيت لكم وفسرت لكم في الفيديو السابق متاع البقليوة بقليوة متاع بفريوة خذت زوز كيلو متاع فارينة حتيت عليهم مقدار 150 جرام مادة دهنية زبدة مغلية من زوعة الحاليب بتباعة واتخاليها وحدة حتى انتوالي بوردون وزيتس باقل اشاركت معكم الزبدة الخاصة بالحلويات اكتبوها في محرك البحث تطبيع لكم وستعملت معها زيت نباتي الثانية متاعنا باش نستحقوا فيها زوز كيلو متاع لوز أبيض كيف ما شفتوا الرحية متاع وكيف نية يكون مهوش يقرطب على الاخر باش ما جينيش وشوف هي اختيارة باش ما يكون معكم صادقة لكن هو كيف 99% من الناس يحبوا اللوز يكون هكا يكون اللوز هكا شوية كونكا ساي باش يحسوا الفاكية في سنيه لنا هنا مقدار متاع زوز كيلو متاع لوز أبيض كيف نضع لوز أسمر ولكم حرية الاختيار لنا هنا باش نعملوا السينية متاعنا منهم معنا جزء بارتيم الفاكية كيف نعملوها باللوز الأبيض كاللوز الأبيض كيف نضع سكر محور كيف نضع 300 جرام سكر محور هذا أكثر شوية لنقص نقص نوزل معكم محور 300 جرام 300 جرام سكر محور حتى نضع محور 400 جرام لفاكية ونضع كل محور لدينا حقا بشكل كيف يشوف يجب أن نضع 400 جرام لفاكية فارينا الفارينا كما ديما اسبق لي وحكيت لكم انكم تنجمو تمشيو على الكيلولوزة ديما نحكيو هنا على الكيلولوز من مئة وخمسين ومئة وعشرين جرام حتى المئة وخمسين جرام اللي بروفيسيونيل راهم يحطوا في مئة وخمسين جرام هذك عليش بقليوتهم جي معلكة وجي هكا في هكا المضغة ذيكا مزيينة برشا بطبيعة هذي تتكافئ بحاشتين بالشحور الشحور اللي يكون سمحه وطيب في حقه والكمية تزدك الكيف الفارينا اللي نضيفوها للوز خاطر الفارينا باحتالي مع اللوز ومع الفور وكل كي بيش طيب بيش تعطينا ميلانج مزيين برشا بيش تعطينا بنا في وسط البقليوة هذو ما ديدي تايرا هم مهمين على الاخر دانكزوس كيلو لوز 400 جرام فارينا و300 جرام سكر محاور تنجمو تعملو قد السكر محاور قد الفارينا لكن هنا اخترت اني نقص الحلاوة بطلب طبيعة من الاحبيبات اللي بش يعملو البقليوة وحذرنا زادا كيف زو سكيلو متعب فاريوة قصيناها انصاف ومبع تالي حطيناها على جنابته نشوفوها من بعد وتوعجنت البقليوة بعد مرتاحة وزنتها 100 جرام كل كعبورة واش نبدو نحل فيها مبعضنا نحلوهم بين شاي بالطبيعة حتى نكملوا الكمية كل ماذا بيك ما تخليوش معرض للهوالة هنا راني نعمل فيها في الكوشينة الكوشينة مسكرة باش ما يشيحوا لنشيحوا لنبع تالي العجينة تتقطع لنا نحلوها ملاحظة مهمة باش تستحفظوا على عجينتكم نكمل نحلهم كل ونبدو نحلوه في البقليوة كما نطرح معناها العجينة في وسط الصحن ونحلو البقليوة هنا ملاحظة على خطر نعمل في كمية كبيرة نحط بيناتهم دي ساشي أليمانتر نجمو تحط بيناتهم أوراقة بابيك ويسان وبالطبيعة تعملوا الكعب بنشيح في وسط الورقة وراني في العادة نعمل بينات بقصغير هو يكفي انك تعمل بنشيح بين الورقات وكهو ما تستحقش انك تحط بيناتهم ورقة فمتوك قطاع كماشية بيضاء خاصين بالبقليوة ونستعملهم بطبيعة ويتخسلوا بعد كل استعمال يوم أو يومين يتخسلوا تاوى الدنيا تطورت ناس وليتتعم ببيك ويسان وإلى تحط هكاكا دي ساشي أليمانتر كل واحد يخدم باليساعد يومين 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 ويومين يومين 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 كمالت 19 ورقة في الطبقة اللوتانية كمالت 19 ورقة في الطبقة اللوتانية اما اقل من كيك الحقيقة ما ننصحكم مش اذا تعرفوا قبل راو كنا نعملوا فيها توصل حتى ال 21 ورقة و 22 ورقة لوتكس ويني المدورين انحاسة وكما وكنا نشقشقوها بالليبونج نتفكرها كي عندي تو تو بصراحة نقاها براتيكة كالسباتولة ذيك هي بقل معناه مش سباتولة بانسو بقل معناها كونتاكت وكل شي رشيد بتبيع السكر محاور راو السكر محاور بين طبقات الفيكية وطبقات العجين هو عبارة على كولا باش يلسقلكم المكونات في بعضها خذيت البوفري واحدت فيها مغرفتين متاع سكر محاور ومغرفها متاع فارينا وخلطتهم ابعضهم في فيديو سابق حدتلكم جزء مغرفتها سكر محاور لهنا يديما ننوع لكم باش امتوما تفهموا انه راهو فما دي دي تاي ميسيلش قابلين للتعديل نفرشو البرتيل ولنية متاع اللوس اللي هي اقل من البرتيل فوقانية بمية جرام ولا مية وخمسين غرام ولا ميتين غرام علاش باش يصير مبعتين لتناغم في الطبقات كيف نقصوا البقليوة متاعنا مجيش طبقة لوتانية اعلى من الطبقة الفوقانية علاش نعمل الحكاية هذي باش نضمن انه البوفري وا جاية في كل كعبة في البقليوة كي نقص لوز على اثنين اما تنجمو راكم تخلطو اللوز معا البوفري وا كل شي شعبان في رمضان وتحطوه في وسط الصينية بعد بترشوها بالسكر محاور بالتريقة هذيك طريقة زمنية هي هذيك اما هذي طو واحد بشي يضمن انه كل برج بقليوة فيه كيفاية من البوفريوة والمنظر مزيين وياسر شباب وحلي وبرشة نتأكد انه اللوز واصل الاطراف الكل بتبيعها نعتذرها لخطر ايديا مسخة وكل شي ومانيش لبسة قواندويت ايديا ذكمها باللوز والسكر وانشاء الله غالب ما نجمش البقليو نخدمها بالقواندويت يلزم مكونات الكل تحسن بيديك بتبيعها ويديا مخسولين ونضافهم وعقمين والبلوندويت رافاي كيف كيف واحد نهار كله وغطس في الجفال ويالا بصراحة نفرشو الطبقة الولانية متاع اللوز ومعتلي نزيدو فوقهم اكزو سخيلو متاع البوفريوة اللي عنا ماشاء الله لهنا بصراحة البقليوة هذي بالذيت جيت بنينة وفاوحة ومشخش خطعمل ستة وستين كيف صحة بشفاب الحق اللي بيشتاكلها انشاء الله يا ربي عيدكم مبروك وسنين دايما وانشاء الله يا ربي نعاد عليكم سنينة طويلة شوفوا الهناكي فاش نوزع في اللوز والبوفريوة انا بشعتيكم ملاحظة مهمة برشا رد بالكم ثم رد بالكم تضغطوا على الفاكية اراكم اذا كانت تضغطوا على الفاكية وترصوها من بعد الفاكية متاعكم متشربشو شحور هذي راي ملاحظة مهمة برشا وترشوا فوقها كيما شفتوا رشا خفيفة متاع السكر محور ونكملوا نحطوا باقي كمية اللوز من فوق ومن بعد تالي نكملوا نعملوا رشا سكر زدها خفيفة ونعملوا تبخبيخة بالعطرشية هذي رهوي فازة زمنية لمسة زمنية وسبق لي وتشاركتها معاكم برشا مرات سبق لي وتشاركت معاكم انواع عديدة جدا من الفيديوهات متاع البقليوهات في قناتي على اليوتيوب نتمنى بالحق من كل قلبي انكم تخلو لي تعليق مزيان وتعملو لي لايك على الفيديو يعني جيم ولا عجابة ذاك زر الاعجاب خاطر ما عندكم مش فكرة قداش نتعب فك خصيل المعون بعد البقليوه والله كابوس بصراحة كلكوجينة باللي واحد عنده ما كنت معون لما والله خصيل المعون ديما كابوس يتبع فيه خستانك يععمل حد حاجة حلوة ولا في الدار والله العظيم الدنيا كلها تخوذ وخستان التصوير ياخذ برشا جهد وبرشا طاقة ما عندكمش فكرة الحق بتعربي الحمدوله وكهو الحمدولله المهم تماما ان شاء الله تكونوا ديما مستفدين وديما فاهمين كيتقولولي في كومنترات اللي بتوما فرحين وعاجبتكم لزا ستوسل نشاركها لكم والله ما عندكمش فكرة قداش تهونوا عليها تتعبمت على التصوير معناها خلولي تعليق مزيان وكان عندكم اي تساؤل وإلا استفسار خلولي في الكومنتر واني بإذن الله نجاوب عليكم بطبيعة سنة ما شاء الله قداش كلمتوني وقداش المساجات الله بصلي عني بي حسينو الشعب التونسي قداش مغروم بالليمساج بريفي ربي باريكلكم وربي يرزقكم إن شاء الله من حيث لا تحتسبوه لهنية وبعما كملنا فرشنا آخر كونتيتين تاع لوز باش نكملو نستويوها بالمصطر هذي هذه المصطر اللي نقص بيها البقليوة رغم وجودة عند الملواء اللي بيعوا ولوازم الحلويات الكل وتودي جا فمك القصص بتاع البقليوة وكل شيء كل واحد حر كيفاش يخدم بالنسبة لي لهنين نستعمل المصطر هذيكا باش نستوي بيهم كمية اللوز ورد بالكم لترسوا الفاكرة رقم كان نرسيتوها تترسوا معاش تشرم لكم الشهور ملاحظة مهمة هذي نعملوا رشة خفيفة متاع سكر محور ونزيدوا عليها اخطيرات متاع عطرشية لهنا العطرشية راهي عطرشية طبيعية خذيتهم من عند وحدة هنا جارتي في بومهل حاسيلوا واحدة تبعت دجارة كاميرتر بالجمهورية والله بالحق أبن عطرشية وأبن زهر ممكن تجربوه في حياتكم نحن خليكم رقم تليفون متاحها في صندوق الوصف إذا كانت تحبوا تشريوه كلموها راهي بالحق ثيقة وتبيع لكم كان حاجة مضمونة وقارانتي مليون في المية نحب نقول لكم زادة لي هي تقطر النسري وتقطر الرند وتقطر الكليل وتقطر الزعتر وتقطر الزهر مكوناتها لكلها بالحق يعطيها الصحة طبيعية وتقطر في حاجة بضمير ومخلصة الحق بتعربي جربتها قدش من مرة لمرأة ثيقة على الأخر والله نحكي عليها طوهي أصلا في بلهيش خطر كل واحد سلعته وخدمته تحكي عليها فهمتوا هذا هو رقم هارا وطلبوها إذا كانت تحبوا تشريو من عندها إنسانة بالحق ثيقة وشريو عينكم وغمضة على ضمانتي كاملوا بطبيع الورقات اللي خرانين ونخليوا بقليوتنا تتشمع هنا كملتها في الليل وخليتها المنغدوة تتشمع غطيتها بابي كويسان وزيت غطيتها ببساط من الفوق ومبعدالي خليتها شوفوا كيف شوالات راني خليتهم لاربعا يستنووا معناها السواني حتى لاني يتشمع ومعدالي باش نقصهم الكلهم خاطر كيف نخدم بالطريقة هذيك يجيني أسرع ونربح برشا وقت في العادة نحطهم لاربعا لين تشكل مربع معناها كبير ونحلهم وبعضها ما خاطرني قاعدا نصور لكم هذك عليش صورتلكم زوسواني وحدهم وصورتلكم بفريوة وحدها والبندق وحدها ذوما فيديوات تتقاهم هابطين في قناتي على اليوتيوب تباعا منظمين وربعهم بقليوة مضخمة بالبندق وبقليوة بالبفريوة والبقليوة اللي مشخشها بالفاكية بعد ما كملنا شيحنا بقليوتنا خليناها حتى ريني تشمعت باش ناخذوا المرشم هذي اللي مستانسا ديما تراوني نرشم به البقليوة متاعي نرشم هنا البقليوة بالطول وبالعرض بتباعة تحاولوا تعملوا شكل مربع مائل الى المعين أرد بالكم تعملوه معين برشا خاطر جيكم كعبة كيل فلوكة تبدو بتسطلة دوك وليلا هلا محمد رسول الله قصوه منبع تالي لازم 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 تعديوهم بالمساطر الزوز قصو البقليوة بالمساطر الزوز باش تضمنوا انهم بعد شحور متاعكم يوصل لقاع رد بالكم ترشموها كان من الفوق راهو كان رشمتوها من الفوق وبره الشحور ما يوصلش للقاع هذه راهي ملاحظة مهمة راهو مشيش تتغفلوا عليها ولا تقولوا ها مسي لشان رشمناها من الفوق وسيتون شحروها وجونا به وجي بقليوة سمحة ليلة الشحور ما يجياش من لطا وتقود لكم بشيحة وتبقى لطنية تبدأ طايرة هاني نوباتكم ومتوب مدليلكم مملك دوك والشحور ننأكد عليكم ونعاودوا الشحور شحور كذا كانكم اول مرة طيبوه طيبوها قبل بنهار ولا قبل بنهارين وقبل حتى بثلاثة ايام على مية وعشرين درجة اذا كانكم في فصل الشتاء راهو درجة الشحور تختلف حسب كمية الماء على السكر وحسب كمية السكر اصلا اللي بشتعملوها للبقليوة دوك كذا كان مش تعملو زوز كيلو مثلا ولا اربع كيلو على كل كيلو سكر تحطو متين جرام ماء طاو خليكم مراكزين في القصة متاع البقليوة ونبعدتو نكمللكم حكاية الشحور شوفوا لهنا ديما بزوز مساطر ونبعدتالي اللام توصلوه للداخل لهنا نقص باللام خاطر اللام هو امضى حاجة عندي كيف ما تعرفوا عنديش مناسكينة ماضية على الاخر وزيد اللام يعطيني قصة نظيفة ومزيينة وسمحة دوك نكمل نقص البقليوة الكل بالطول وبالعرض رد بالكم تقصوها بالطول وتخليوها بالعرض علش جي ما نطرح واصر معناه على التفاصيل هذه خطر برشا جيني تليفونات بعد وتقول لي والله يعني قصتها كان بالطول والبقليو مشاربتليش والبروج مجونيش باهين وكذا راسين قل لها جيك قفا قصيتها تقول لي قصيتها بالطولة كهو قلها راهو يلزمك بالطول وبالعرض بتجيك بقليوة سمحة لان البقليوة بعد ما قصيتها بالطول وبالعرض وجهة تتشره وسمحة وشوفوا كيفاش نزم زيز الدهنها من الفوق بالزيت والزبدة باش ندخلها للفور على درجة حرارة 145 درجة بالطبيعة بعد ما نفرش على وجه ورقة متع بابيك ويسان ونزيد نحط فوق وشوفوا كيفاش ندخلها على 145 درجة انتي وقوة فورك ينجم فورك 150 درجة يبدأ باهي سخون دافئ نحطها في الطبق المسطاني إذا كان فورك بالفنطلاتور خلي الفنطلاتور يمشي وحط ورقة وزيد عليها تباقة من الفوق تباقة مستحسن لا يكون شو مرزن بحاجة احنا هنا حشتنا جزء باش الورقات ما يتيروش فقط توا ننتقلوا للشحور كل واحدة فورها بالنسبة لي تقعد ساعة كاملة في الفور ساعة كاملة في الفور رهي الفاكية ما هي معارجة خطر ساعة كاملة تعرج لك الفور دجا اوتوماتيك موما غير ما تسحق انك تعرج البفريوة ولا لوزم بتاعك واما تبقينا البفريوة راي تحب مثلا السخانة دون كنت تنجب تسخنها شوية البفريوة عرفته اما كيف تسخنها رايبش تنحى القشرة بتاحها وهي زينتها في البقليو بالبفريوة كي تبدأ قشرتها فاهم معنا تتوسخد في وسط البقليوة وانتي رايضة هني عملت اربعة كيلو سكر هما اربعة كيلو فاكية اربعة كيلو سكر وركبت نش متعمل ثلاثة كيلو واني خطر بقلي شحور لا يضطيش ليش كل شي نستعمل نش متعمل ثلاثة كيلو سكر اما تبدأ في السليم عملت الهناء شوف نعطيكم القاعدة متاع كيلو سكر ومتطبقوا المبدأ كل كيلو سكر عليه مئتين جرام ماء مغرفتين قارس مغرفة كبيرة جليكوز الهناء دوزاج جلي عملت اربعة كيلو سكر مئتين جرام تقريبا جليكوز مغرفة كبيرة لقم عملتها وحطيت عليها 30جرام ولهم خمسين جرام تقريبm قارس عصير اللتاقع بكامل قارس وحطيتها على النار يغلي الماء حطيته على الماء 800جرام على الاربعة كيلو المعناها 200 و 200 أضومه 400 و 200 و 200 800 جرام الماء كل شي بالقراء حطيته على النار كل شي من اللول القارس والسكر من الماء كل شي مع بعضه يتحط من اللول باش السكر يطيب باش البقليو متاعك مجيكش مسكر اذا كانت تضع القارس بعد ما يغلي السكر راهو شحورك ما يطيبش وبعد ذلك بقلاواتك تسكر وبعد ذلك تطلبني وتقول يا صنص كيفاش نصلح البقلاوة خلينا نتفداو المرحلة هذيك وحطوا كل شي ملولوا حطوا كل شي على النار وخليه يغلي على نار متوسطة حتى ليوصل لمية وعشرين في الصيف الصيف نوصلو حتى المية وسبعة وعشرين توا تقسنا متاع مية وعشرين درجة راهو اذا كان قيتوني في الفيديوهات كل مرة نقول لكم على التمبيراتور معينة راهو على حسب الزمن متاع الفيديو هذاك على حسب تقس الفيديو هذاك فهمتو كيفاش معناها حكاية السخانة متاع الترموماتر متاع البقلاوة راهي على حسب التقس فشتاء الشاتي مية وعشرين درجة ما اكثرش في تبدأ الدنيا تسخن نبدو كل مرة نزيدو درجة كل مرة نزيدو درجة في الصيف الصيف فكالقائل الحنان نوصلو لمية وسبعة وعشرين درجة وفبما ساعت حتى شكون نوصلو لمية وثلاثين درجة باش لبقلاوة جيكم السمحة اما اكثر مية وثلاثين مستحيض راهو تلقاه هاذو ما التفاصيل كل ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني وتكونوا استمعتوا لكلامي مليح مليح وتكونوا اه خذتو بعين لاحتبار وقيتوهم اللي نوتا ذوما في ورقة قبل ما تبدو البقلاوة هكا هوا وطوا بقلاوتي بعد ما خرجت من الفورة والكاميرا مش عطيتها حقها خاطر ان شحر فيها والاضاءة ميش كلك الكل الكوجينة متاع ميش ضابية بالكي ما نحبها بالكل باش تعطيك التصوير الحقيقية اما راهي لونها ذهبي والشحور لونه اسفر كيد ذهب اخذر كيف نوع كيل عسل بالحق روعة لا مصلي عني بي اللهم بارك بالحق ما شاء الله باش نكمل من شحر البقلاوة المتاع اللي هنا قاعدة نطيب بزو السواني ونشحرهم الزوزكة كل سينية بحذها التنجرة متاع الشحور متاحة ونصب عليهم بالنسبة لبقلاوة البفريوة راكمت نجم تضيفه قطرة متاع روح البفريوة في وسط الشحور وبالتالي البقلاوة كتشحرها تعطيكم هيكا رابال مزيان للبقلاوة اللي في وسط البقلاوة وتعطيكم ما بنا اذا كانت تحبو اذا كانت تحبوش ما تحطوش لها ناس وانية بعد ما كملت شحرتهم الكل وخليتهم حتالين بش يبردوا ونبعد تالي بش نبدأ نقص فيهم بالسينية بالسينية ونكملهم اذا نقصوهم بلوكات بلوكات كي ما وردكم في اول الفيديو ونبعد تالي بش نقصوهم اكعب بكعب ونحطوهم بطبيعة في علب محكمة الغلق وتعطيهم للناس وليتكلهم توما ان شاء الله سحبوش فيهم ان شاء الله ديما دياركم عامرة بالخير يا ربي وربي ان شاء الله يحيكم لامثاله وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما هذا فيديو متاعي كان اليوم ان شاء الله يا ربي ما نكون سيت حد شيكا نسيت اي حاجة خليوا لي في اللي كومنتير باذن الله نجاوب عليكم لكن هنا قبل ما نختم الفيديو متاعي حابيت نقلكم الفواضل ولا اللي شوت متاع العجينة متاع البقلاوة شنوة نعمل بها نزيدها اللفاحات هذوكما متاع الخبز اليوم سينوج وبسباس وش اسمه كتين بذول كتين وجلجلين ونزيد عليها زيدا كيف 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 زوصة شيات خميرة مثلا نحلهم كيف نكاكا في شوية ما ونسكر ونخليهم على جنب والعجين نحط عليهم غرفة متاع ملح نعجنها مليح ونطيبها خبزات وبطبيعة كان جاتكم جاري راكم تزيدوها شوية فارينة عادية وتعجنوا عجينتكم مليح وطيبة وتشكلوه وتخليوها تخمر وتشكلوها خبزات هكا كتكونوا ما طيشتوش لي شويتوا بتاع العجينة وتكونوا كرمتوا النعمة ان شاء الله يا ربي ديما دياركم عامرة بالخير هذية بقليوتنا بعدنا كملت ان شاء الله يا ربي تجربوها ومتأكدة بيش تعجبكم على الاخر وان شاء الله يا ربي تقولوا لي كلمة خير ولا دعاية خير في اللي كومنتير وتوما بقالي كم شا قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد وبنة جديدة بسلامة شكرا للمشاهدة